وصلين معكم في التخطية ومعي في هذه اللحظات الأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس دارية النادي الأهلي ورئيس باسا أستاذ خالد برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي وبتأكيد مباراة مهمة جدا وسفرية خاصة للأهلي في منطقة الخليج العربي لما الأهلي يتمتع بشعبية كبيرة وجارفة في الوطن العربي بداية طبعا الحقيقة كان استقبال حافل وجدال معتاد من شعب الأمارات الشقيق وطبعا زي ما بقول هي مكانة كبيرة لنادي الأهلي ويشارك يبيل ذهبي 50 سنة لنادي الفجيرة ده يدل على أن النادي الأهلي هو مكانة كبيرة هنا في الامارات وفي الوطن العربي عمتا واسمه تاريخ النادي الأهلي ونادي الفجيرة كان أصلا اسمه نادي الأهلي أهلي الفجيرة فالحقيقة الناس عاملين لنا استقبال حافل واستعدادات واستقبال وإقامة وكل حاجة الحقيقة يشكروا عليها وده دايما الواحد بيبقى فخور أنه بيكون من ضمن بعثة نادي الأهلي لأن ده حاجة بحقيقة بتشرفنا والأهلي دايما بشرف مصر في كل مكان بقاط الورود يعني أنا عايز أقول لك على الطيارة رحلة خاصة وطيارة خاصة للبعثة الورود في كل مكان أو ما توصل المطار المفاجأة اللي كانت في الأوتيل كمان يعني عرض البطلات والأرقام يعني تدخلتك إنك الأوتيل الأهلي القناة نقلت وصورت الاستقبال والأوتيل نفسه اللوبي كان فيه ورود كلها مكتوبة بإذنك بالنادي الأهلي واللوجو والليكب الرابعة يعني الحقيقة الناس عاملين استعداد كويس جدا وأنا يعني بجد فخور بأن النادي الأهلي احتل لهذه المكانة وده اللي شفناه ولمسناه من كل القائمين على قيادة نادي الفجيرة الحقيقة برضو بقول إن ده واجب ما بين مصر والإمارات يعني شعبين شقيقين قيادات متصلة ومتفاهمة وزي ما احنا شايفين كده الشعب نفسه بيحبنا والناس جميلة وحقيقة اللي واحد سعيد جدا يعني طيب بإذن الله فيه مهرجان فني مع المباراة وغدا فيه مؤتمر صحفي طشر وكمان فيه نجوم عرب حيشاركوا مع فريق الفجيرة طشر نائب مهرجان عربي كبير جدا هنا إن شاء الله بعد بكرة طبعا هو مهرجان كبير اللي أنا لمسته من ساعة منزلنا من الطائرة إن الاستعداد كبير والبلد كلها مستعدة لهذا الاحتفال بعد بكرة ورياضة وفن وحقيقة يعني حاجة جبيلة جدا وسعداء بتوجودنا هنا طيب كان فيه حوار درما حضرتك مع رئيس مجل زراية نادي الفجيرة الأستاذ محمد داناصر يعني أبرز الحديث وأبرز التعليقات لأن كان فيه استيبال حميم جدا داخل المطار يعني أطراف الحوار والحديث اللي كان بينكم طبعا يعني يعني كلهم بيقولوا إن إحنا معظم العنوية هنا والمجموعة كلهم بيحبوا نادي الأهلي وبيكيدوا لي كل احترام وطبعا كلهم كان بيسأل على كابتل الخطيب هل هيكون متواجد معنا في المباراة لا لا بس إحنا من الحقيقة هنشوف حسب ظروفه لأنه عنده فترة علاج هنا في بوظابي وطبعا إن ييجي من أبوظابي الهنا هي ساعتين ونص على فكرة 250 كيلو وسواء أو فطبعا هو الحقيقة بيعمل عليك طبيعي لظهره فمش عارب بقى هيبقى عنده قدرة إن ييجي الساعتين ونص دوله لا أنا بشفق عليه حقيقة إن هو عليه حمل إنه لازم ييجي وإحنا بنقوله ما تجيش يعني حرام إحنا عايزينه يستريح بس هو طبعا له يعني محبين كتير ومردين كتير نفسهم وهم في نفس الوقت الناس حقيق نفسهم إنه هو يكون موجود ويحضر هذا الاحتفال وخاصة وإن فيه برضو تعرف مين المدارب بتاعهم مارادونا فأصلك على مارادونا فيعني الخطيب ومارادونا لازم للتنين يعني يلتقوا فإن شاء الله هنشوف كده هنعرف اللو عارف ييجي بس هو نفسه ييجي الحقيقة إن شاء الله يعني هم كنا ده الحاجة اللي هم نفسهم يعرفوها الجميل لما دخلنا للاستدل هناك جلالة المصرية موجودة في الملعب مستنى الفريق خلي بالك ناس هنا على بعد ساعة من دبي على بعد ساعتين ونص من أبو ظبي فبرضو فيه جلالة مصرية كبيرة في الأمارات وأنا متأكد إن شاء الله ده جلالة مقتة يعني إنما يوم الماتش أنا عارف فيه ناس كتيرة أنا سمعت النهاردة خمس سلاف تذكرة نفزوا في أول يوم بكرة إن شاء الله الخمس سلاف تنين بيقولوا يعني مش هايخدوا ساعتين فبقيفين كلهم مصريين في الغالب إن شاء الله خالد أيمن موافقين إن شاء الله شكرا شكرا